اصعد الله وقاتكم بكل الخير والمحبة مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضيف اليوم ضيفنا لهذا اليوم هي سيدة خالدة جرار قيادية فلسطينية شابة وناشطة نسوية سياسية عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني مؤخرا صدر قرار اسرائيلي بابعادها عن منطقة الف حيث تسكن في مدينة رامالة الى منطقة اريحة وهي رفضت هذا القرار هناك حراك جماهيري مستمر رفضا لهذا القرار سنعرج على هذا القرار وسنعرج عن حال الجبهة الشعبية مستقبل الجبهة الشعبية ما وصلت اليه الجبهة الشعبية مع ضيفتنا لهذا اليوم سيدة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وايضا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مرحبا بك مرحبا بكم بداية تسلمت قرار من السلطات الاسرائيلية بابعادك عن منطقة الف الى منطقة اريحة كيف تسلمت هذا القرار تم تسليم القرار عبر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مساء 20-08 قدموا إلى البيت بقوات كبيرة وقاموا باقتحام البيت وتبين بعد التدقيق في الهوية وكل شيء بأن هناك قرار أمر عسكري صادر عن قائد الجيش يقضي بأنني أشكل وفق مادة سرية خطورة شديدة عليهم لذلك وجب أن يتم إبعادي من رمالة إلى أريحة لمدة ستة أشهر رفضت أنا في حين التوقيع على القرار حينما تريع علي وحينما قال ماذا تريدي أن تضيفي أو تعلقي قلت نعم أريد أن أعلق بأنكم جيش احتلال تقوموا بقتل الشعب الفلسطيني تقوموا باعتقال الأطفال تقوموا بهدم البيوت تقوموا بالاستطان وتأتوا في منتصف الليل إلى بيوت الفلسطينيين لتقول لهم وتحدد لهم أين يرحلوا وأين ينتقلوا ولذلك أقول من يجب أن يرحل هو أنتم لأنكم أنتم قوة الاحتلال وحينما خرجوا من البيت قالوا معك 24 ساعة لتنفيذ القرار في اليوم الثاني جاءت وفود للتضامن في البيت وحينما انتهت المهلة في الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الثاني طبعا أعلنت بأنني لن ألتزم بالتنفيذ كما رفضت التوقيع لن ألتزم بالتنفيذ وجئت إلى المجلس التشريعي لأعلن فتح اعتصام وممارسة مهماتي يعني وليس فقط حالة من الاعتصام وإنما أيضا للتأكيد أنني أرفض تنفيذ القرار وأنني سأستمر في عملي في خدمة المجلسة لتنفيذ هذا القرار ألا تخشين من اعتقال إسرائيلي بحقك كل شيء مفتوح يعني كل شيء مفتوح لكن هذا الاحتلال في النهاية ليس بالضرورة أن نقوم نحن بالاستجابة إلى ما يقوم به يعني يستطيع الاحتلال أن يعتقل يستطيع الاحتلال أن يقوم بأخذي وطردي إلى أريحة يستطيع أن يفعل كل شيء موضوع الخشة من عدمها يعني نحن في النهاية أنا بالنهاية مرجعتي شعبي وليس مرجعتي الاحتلال وبالتالي أنا أرفض بشكل طوعي أن أنفذ قرارات وبغض النظر ما هي العواقب لذلك طيب يعني في حداتها سابقة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني قرار إبعاد من منطقة ألف تصنف هل بقيت هذه التصنيفات ضمن وجود فلسطيني أو وجود إسرائيلي منطقة ألف أو جيم أو دال؟ إن هذا هو السؤال السياسي أعتقد أن الموضوع فيها أيضا رسالة سياسية يعني أنها موجهة كعقوبة هذا ما أنظر له أنها أيضا رسالة سياسية وسؤال سياسي كبير هل بقي الحديث عن سيطرة فلسطينية على مناطق ألف؟ أما أن الاحتلال بعد اشتياحه للضفة الغربية عام 2002 تعامل مع الضفة الغربية بشكل مختلف وهذا يدلل أن هناك تعامل مختلف الأمر العسكري الذي صدر بحق يستند إلى أمر عسكري صدر في عام 2009 الاستناد الذي يدعونه بالإضافة إلى أن الترويسة هي صادرة عن قائد الجيش ليهودة والسامرة مما يعني بأن الاحتلال بات يتعامل بعد عام 2002 مع الأوامر العسكرية بأنها هي التي تسري ويطور في الأوامر العسكرية لاحظ أيضا هدم البيوت يعني في عام 2005 تم التوقف عن هدم بيوت أي معتقل على سبيل المثال كسياسة عقوبية كانت تمارس سابقا تم تجميدها في 2005 الآن تمت العودة إليها ونلاحظ أنهم في الخليل وفي الأغوار قاموا بهدم بيوت استنادا إلى أن هناك معتقل متهم بتهمة معينة وهذا أيضا عودة مرة أخرى للسياسات كانت تمارس في السبعينات والثمانينات بالإضافة لذلك مصادرة ألاف الدنومات وفق أوامر عسكرية وبالتالي هذه هذه عودة مرة أخرى إلى أشكال وإلى إصدار أوامر عسكرية تؤسس ربما إلى وضع من الناحية السياسية مختلف من قبل وضع جديد طيب لو تحدثنا عن حالة الحراق والتضامن الشعبي هناك حالة حراق يعني هناك خيمة أمام المجلس التشريع حيث نحن تضامنا معك لكن ربما هناك من وأنت شخصيا اتهمت بأن هناك تقصير سياسي بحق هذا الموضوع تحديدا يعني دعنا نقول حينما سؤلت يعني أنا أول إشي بشكر المجلس التشريعي بشكل رئيسي وكل من أتاح المجال أيضا لتمكيني من أن أعبر عن رفضي لهذا القرار وتمكيني أيضا من الاستمرار في عملي وكل الوفود الشعبية والتضامنية صدرت بيانات هناك من اللجنة التنفيذية من الحكومة لكن كما قلت أنا بأنه مطلوب تحرك سياسي أكثر لأن الموضوع ليس موضوع شخصي ليس موضوع مرتبط فقط بإصدار أمر إبعاد بحق عضو منتخب من شعبه وإنما الموضوع بأن هذه السياسة إذا مرت هذا يعني بأنه ستكون هناك آلاف الأوامر الشبيهة التي تؤسس إلى من لم يعجبهم يقوموا بترحيله أو نقلوا من منطقة إلى منطقة في داخل حدود سيطرة السلطة الفلسطينية وبالتالي من هنا الخطورة لذلك أنا قلت بأنني حتى الآن لم ألمس تحركا سياسيا جديا يعني قيل لي بأن هناك مراسلات تمت من قبل السلطة الفلسطينية لكن حتى الآن لا نرى نتائج وبالتالي إذا ما قارننا بأن هذه قضية تعتبر طبعا قضية هي سياسية بالنهاية تمس السلطة الفلسطينية لم يكن من وجهة نظري حجم التحرك السياسي أو الضغط السياسي كما هو مطلوب مع إدراكي تماما بأن الاحتلال يستبيح كل شيء والاحتلال يقوم باتخاذ إجراءاته بحق الجميع يعني هناك 34 نائب من زملائي معتقلين هناك اجتياح لكل المدن اليوم هناك شهيد فجر هذا اليوم سقط في مخيم الأمعري في وسط رمالة يعني أن الاحتلال يستبيح كل شيء وبالتالي هنا السؤال كيف نتعامل نحن مع هذه الحالة وكيف نتعامل مع هذا الوضع كفلسطيني طالما أن هناك تقصير من الحيث السياسي بحقق أنت في هذه القضية هناك ما تسأل لماذا لم تنقل خالدة جرار خيمة الاعتصام من أمام المجلس التشريع إلى مقر الرئاسة الفلسطينية لا أنا لا أخلط الأوراق في موضوع من هذا النوع حساس يعني أنا في النهاية اختياري لمكان التشريع لأني عضو مجلس تشريع أنا لم أاتي للاعتصام فقط أنا جئت وأعلنت في المؤتمر الصحفي أنني أرفض تنفيذ قراركم وها أنا متواجدة هنا أخدم أبناء شعب بمعنى أنني أعمل يعني ليس الموضوع أنني أجلس فقط في الخيمة ولذلك قلصنا نحن ساعات التي نستقبل فيها المتضامنين لأنه أيضا أنا كنائب أريد أن أستمر في خدمة أبناء شعبي الرسالة هي بالنسبة لاعتصامي أو للمكان لأنني أنا بنت هذا المكان وأنا هذا هو بيتي وبالتالي لخدمة أبناء شعبي ليس كان المقصود توجيه أي رسالة لأحد في النهاية الرسالة هي للاحتلال الرسالة الأولى والأخيرة هي للاحتلال بأن هذا الاحتلال الذي يقوم بقتل وتدمير ومصادرة أراضي واعتقالات بشكل واسع بأن هذا الاحتلال هو الذي يجب أن نناضل وأن نستمر في النظام كل شيء مستباح عند الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية دعنا نتحدث عن الملف السياسي هناك ربما حراك من قبل الإدارة الأمريكية لعودة المفاوضات بين الجانبين هناك تهديد فلسطيني باللجوء إلى مؤسسات الأمم المتحدة أتسأل هنا وموقفكم واضح من المفاوضات أنكم ترفضون هذه المفاوضات إذن ما البديل؟ البديل معروف بدل المفاوضات المنفردة والمباشرة بالرعاية الأمريكية التي ثبت أنها فشلت وعلى العكس أعطت غطاء للاستمرار في كل الجرائم التي يقوم به الاحتلال البديل السياسي هو التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بمؤتمر دولي بمعنى رعاية دولية وليست رعاية أمريكية وليس للتفاوض على قرارات الشرعية دولية وإنما تطبيق قرارات الشرعية دولية يعني البديل السياسي في هذا الموضوع هو المطالبة بمؤتمر دولي يشارك فيه الجميع لأن هناك توازنات مختلفة في العالم الأمريكان ليسوا فقط منحازين للجانب الإسرائيلي والاحتلال وإنما متبنين لفكر الاحتلال إذن لماذا نستمر بالرهان بالشكل السياسي على ذلك؟ المطلوب هو المطالبة بمؤتمر دولي بمشاركة الجميع لتطبيق قرارات الشرعية دولية وليست تفاوض عليها مرة أخرى بما هو أقل منها بالإضافة طبعا هذا بديل السياسي هذا بالإضافة إلى استمرار التوجه للمؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنايات الدولية من أجل ملاحقة ومعاقبة هذا الاحتلال وأيضا استمرار حملة المقاطعة على مستوى العالم ولا نقصد في المقاطعة فقط مقاطعة البضائع وإنما مقاطعة الاحتلال وهذه أصبحت تجدي بمعنى هناك شركات كثيرة ألغت عقود تجارية مع الاحتلال هناك دول سحبت استثماراتها في البنوك الإسرائيلية هناك دول أيضا قامت بمقاطعة الاحتلال وخاصة أثناء الحرب والعدوان على قطاع غزة مثل دول أمريكا اللاتنية التي قامت بخطوات سياسية تعبر عن رفضها مثل سحب السفراء واستدعاؤهم وإلغاء عقود تجارية حملة المقاطعة من شأنها بشكل واسع أن تضعف الاحتلال وأيضا البديل الداخلي هو استمرار وتثبيت الوحدة الوطنية الداخلية لأن بدون وحدة لن يستطيع الشعب الفلسطيني أن ينتصر شهدنا عدوان وشهدنا عودة للمناكفات بين الفصيلين فتح وحماس في هذا الشأن بعد العدوان مباشرة ومن يدفع الثمن في هذه المناكفات هم الذين شردوا من قطاع غزة شردوا من بيوتهم هدمت بيوتهم يعني ألاف الشهداء كانت أين الجبهة الشعبية من هذا يعني الموضوع الداخلي الفلسطيني يعني طبعا الجبهة الشعبية كانت جزء أساسي من الوفد المفاوض الذي كان موحدا عدا عن أنها كانت هي جزء من ميدان صد العدوان وعلى قطاع غزة لأن المقاومة كانت تدافع عن الشعب الفلسطيني هي كانت جزء من ذلك كذلك كانت جزء من وفد موحد أدار مفاوضات من أجل تحقيق الأهداف التي طالبت فيها المقاومة وأيضا من أجل وقف هذا العدوان الهمجي وكنا متفائلين وطالبنا في حينه بأن تنتقل هذه الوحدة من الميدان التي هي بالفعل كانت وحدة في الميدان للجميع لوحدة للوفد المفاوض أن تتوج بوحدة سياسية والوحدة السياسية كان المقصود فيها هي الالتفاف والاتفاق على برنامج نضالي مقاوم متفق عليه من الجميع وهذا أداته وأليته هي الإطار القيادي المؤقت المنبثق عن إعلان القاهرة 2005 نعم جرت الدعوة لاجتماع هذا الإطار لكن هذا الإطار حتى الآن لم يجتمع نحن نتحدث كيف يمكن أن تعزز وحدة الوحدة ليست فقط مجرد شعرات الوحدة تحتاج إلى أداء أولا والأداء هي القيادة المؤقتة التي يجب أن تجتمع والألية هي برنامج متفق عليه برنامج وطني مقاوم مجمع عليه من الجميع لأننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج إلى جبهة وطنية عريضة لا يمكن استبعاد أي طرف من الأطراف الفلسطينية طالما الجميع يواجه ويناضل ضد هذا الاحتلال لماذا هذه المناكفات عادت من جديد؟ هل اتفاق الشطر؟ أنا أقول لك أن هذا مؤسف مؤسف أن تعود المناكفات من جديد ونحن نطالب وطالبنا كل الأطراف بأن تنزل إلى مستوى تضحيات هذا الشعب ينتظرنا عمل كثير ينتظرنا عمل كثير عدا عن إعادة الإعمار وعدا عن أن نكون أوفياء للتضحيات الكبيرة التي تم تقديمها بأن نكون بمستوى هذه التضحيات نترفع عن كل شيء صغير وبالفعل أن يجتمع الإطار القيادة بشكل فور عبرت عن الخشية خوفا على منظمة التحرير ستجيبيني على هذا السؤال لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأرحب بضيفتنا السيدة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي لالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مرحبا بك من جديد كنت أتسأل وأسأل حول الخشية التي عبرت عنها على منظمة التحرير من التصفية من قبل البعض كيف هذا؟ لماذا هذه الخشية؟ هي منظمة التحرير الهوية الجامعة للشعب الفلسطيني لا أتحدث عنها كمؤسسة الآن لأنه ممكن نحكي الآن أفكار حول المؤسسة لكن المنظمة هي بنيت وأقيمت بتضحيات ونضالات الشعب الفلسطيني الذي دفع عن استقلالية القرار الوطني وبالتالي هي في المرحلة الحالية هي الإطار الجامع الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتحدث عن تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لأننا كفلسطينيين ليسنا فقط في الضفة وغزة والقدس في 48 وفي الشتات وبالتالي الهوية الجامعة للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير استهدفت منظمة التحرير بمراحل متعددة من أجل تصفيتها أو من أجل خلق بدائل لها كهوية جامعة هذه المنظمة بدأت تضعف بدأت تضعف بمعنى بدأ هناك هجوم وخروج عن برنامج الإجماع دعني أقول الوطنية لمنظمة التحرير وبالتالي هذه الخشة من التصفية تدفعنا لما هو مطلوب الآن حتى نحافظ على هذه الهوية الجامعة ودون أن تخلق بدائل أخرى لهذا التمثيل يجب إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة بناء منظمة التحرير بالعودة مرة أخرى لبرنامج الإجماع الوطني الذي جرى الخروج عليه من البعض ممن هم في قيادة منظمة التحرير أو محاولة من هم خارج منظمة التحرير من أن يجدوا بديلاً للتمثيل نحن منظمة التحرير نتعامل معها جبهة وطنية عريضة هل هناك بعض الفصائل تحاول إيجاد بديل عن منظمة التحرير؟ نعم طبعاً هناك من يحاول إيجاد بدائل للمنظمة وبالتالي بدائل للتمثيل وهذا خطير جداً وهناك من يحاول في المنظمة بأن يستفرد في المنظمة وأن يحبط في برنامجها يعني منظمة التحرير تتعرض لخطرين خطر محاولة إيجاد بديل لها كهوية جامعة وخطر من يحاول أن دعنا يستفرد في القرار وينزل في مستوى البرنامج الإجماع الوطني لأن ما هو برنامج الإجماع الوطني المجمع عليه حق عودة تقرير مصير دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 67 بالقدس عاصمتها هذا هو برنامج الذي يشكل الحد الأدنى لكل الفصائل وبالتالي هناك من يطرح دولتين لشعبين مثلاً من قال أن دولتين لشعبين على سبيل المثال هي برنامج إجماع وطني في منظمة التحرير وإلى آخره حتى نحافظ على هذه المنظمة وهناك قوى جديدة نشأت ونحن لا نقول بأنه هنا يجب أن يتم استفراد لكن الجميع يجب أن يكون بشكل ديمقراطي وبشكل برنامجي في إطار هذه الجبهة الكثير من الفصائل تدعو إلى إجتماع للإطار القيادي لماذا حتى اللحظة لم يجتمع الإطار القيادي؟ لأنه لا يوجد قرار سياسي جدي حتى الآن بأننا كفلسطينيين في مرحلة حساسة من مراحل عمر نضال الشعب الفلسطيني يحتاج إلى وحدة للأسف لا زالت المصالح ربما والتي نرجو بالفعل أن تكون هذه المصالح ليست فقط لصالح فصيل وإنما لصالح الشعب الفلسطيني ككل وتضحية الشعب الفلسطيني هذا يقودني إلى سؤال بعض المراقبين السياسيين يرون أن فقدان فصائل منظمة التحرير لوحدانية التمثيل والقيادة الموحدة أفقدها دورها التاريخي هل تتفقين مع هذا القول؟ الدور التاريخي هو منوط في كل فصيل من فصائل العمل الوطني برنامجه هل هو مستمر في برنامجه النضالي برنامجه المجتمعي وكل ذلك الموضوع ليس موضوع فصائلي أنا حينما أتحدث عن منظمة التحرير لا أتحدث عن مكونات المنظمة لا أتحدث عنها كهوية أنا أدرك أنها ضعفة وأنا أدرك أن هناك المنظمة بحاجة لإصلاح جذري وبحاجة لإعادة بناء لكن في النهاية أنا أتمسك بها كهوية جامعة للشعب الفلسطيني ولا أقبل بأن يكون هناك أي تمثيل موازي بالرغم من ملاحظاتنا الشديدة وأنت تعرف ربما أن الجبهة الشعبية منذ التمانينات وحتى قبل تطالب بإصلاح منظمة التحرير ما هو المقصود بالإصلاح بمعنى أن تكون هناك دورية لانتخابات المجلس الوطني بمعنى أن يكون البرنامج الذي يتفق عليه خاضع أيضا بمراجع سياسية بمشاركة الجميع أن لا يكون هناك تفرد في القرار في القرارات أن تكون المنظمة أيضا باتحاداتها المحيطة فيها تخضع للانتخابات وتخضع بأن يكون برنامج هذه الاتحادات الشعبية ليس حصص فصائلية وإنما تمثل سواء مرأة طلاب عمال إلى آخر واليوم نستمر لأن هناك أيضا أصبح قضايا سياسية بحاجة إلى إعادة التأكيد أو إعادة المراجعة وإعادة الاتفاق على برنامج موحد للجميع إذا ما استمر الحل على ما هو هل ستشاركون في الانتخابات القادمة على مستوى المجلس التشريع على مستوى التشريع ومستوى الرئيس لا أعتقد أنه طبعا أنا بديش أستبقها لا قرارات لكن كان هناك تقييم لأنه إحنا الآن يجب أن لا ندعو لانتخابات مجلس التشريع من وجهة نظري الآن نطالب بانتخابات للمجلس الوطني لأنه التمثيل الأوسع للشعب الفلسطيني الذي يعبر عن الكيانية هو المجلس الوطني إذن دعونا وتم إعلان وتم الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو إذن لماذا نستكمل نحن بسلطة الشريعية؟ لماذا لا نستكمل ذلك بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير عبر انتخابات لمجلس وطني فلسطين؟ هذا نعتقد أنه المدخل إطار قيادي يجتمع فورا انتخابات لمجلس وطني والمجلس الوطني المنتخب ينتخب لجنة تنفيذية جديدة ويجري المراجعة السياسية لكل مرحلة ومنهج المفاوضات ويؤسس إلى ما هو قادم هذه المفاعل الداخلية والأساسية التي يحتاج لها ربما الشعب الفلسطيني يعني الجبهة الشعبية في الانتخابات كان موقفها واضح من أصل ومن المفاوضات ومختلف القضايا هل هذا دفع الجبهة الشعبية إلى يعني أو دفع القيادة الفلسطينية الرئيس تحديدا إلى أن يحدث هناك خلاف ما بين الجبهة الشعبية وبين الرئاسة الفلسطينية؟ هو ليس موضوع يعني أنا حتى أكون واضح الموضوع ليس موضوع خلاف كما يحاول الإعلام أن يصور طبعا هناك اختلاف اختلاف بمعنى بالرؤى يعني نحن في المجلس المركزي الأخير حينما شاركنا في اجتماعات المجلس المركزي ونضلنا داخل المجلس المركزي برؤية واضحة وتحدثنا بشكل واضح بأنه يجب هذا منهج المفاوضات يجب الانتهاء منه ويجب وقف كل أشكال التنسيق الأمني ويجب أن ننتقل إلى خطوة للأمان وبالتالي استمرار الرهان على المفاوضات والطلب العودة مرة أخرى للمفاوضات وتضمين البيان الختامي لذلك دعا الجبهة الشعبية في حينه لاتخاذ موقف ربما أعلى بأن انسحبت من الجلسة ليس من المجلس المركز هل هذا أثر على دعم المادي؟ هناك من قال أن هناك قطعة على دعم المادي عن الجبهة الشعبية شوف الجبهة الشعبية حتى أكون صريحة نعم هي تعاقب في أحيان كثيرة ربما تأخذ وهذا جزء من لكن هي ليست دعم وغير دعم السندوق القومي للمنظمة هو مرك لكل فصائل منظمة التحرير وبالتالي التي هي جزء نعم الشكل من أشكال العقوبات لفترة كانت بقطع المخصصات هل عادت الأمور؟ نعم عادت منذ فترة لكن نحن لا نتحدث عن أن الموضوع شخصي والجبهة الشعبية التي تطرح رأيها بشكل واضح وأعتقد أنها لديها أيضا مسئولية وطنية بمعنى حينما نختلف نحن نختلف داخل إطار البيت نحن لا نختلف ونطرح وجهة نظرنا بجرأة ونتخذ خطوات احتجاجية يعني خطوات احتجاجية أحيانا نقاطع أحيانا نقود مظاهرات شعبية مثلا ضد العودة مرة أخرى للمفاوضات لكن ندرك تماما بأن هذا النضال الداخلي أيضا لا يجب أن يحرفنا عن أن نفقد البوصلة لأن البوصلة في الأساس هي الاحتلال لكن في إطار نضالنا ضد الاحتلال طبعا نحن نعارض بعض الخطوات مثل العودة للمفاوضات أو كل الأشكال المرتهنة وبالتالي الجبهة تطرح مواقفها في داخل الاجتماعات وفي خارج الاجتماعات ولا تخشى يعني لا يوجد لديها شيء تخشى عليه في هذا الموضوع نفعتم شعار التحول إلى التنظيم الأول وضعتم سقفا زمنيا كان عام 1990 ولم انقض هذا التاريخ ولم تتبوأ الجبهة الشعبية أن تكون الفصيل الأول في فلسطين بل شهدت تراجع ملحوظ وبشهادة عدد من عضاء الجبهة الشعبية ربما السؤال هل هناك ضعف في مستوى الأداء للجبهة الشعبية؟ يعني هذا الشعار رفع في الانتفاضة الأولى شعار تنظيمي خضع للمراجعة كان نحو التنظيم الأول وليس نريد أن نكون نحو التنظيم الأول وأعتقد أنه كان نحن في إطار أيضا مراجعاتنا ربما كان في مبالغة ربما كان شعارا تحفيزيا ليس الهدف أن تصل أنت إلى هذا الوضع طبعا الجبهة الشعبية شهدت تراجع نحن صريحين ونشأت قوى جديدة وهذا لا يعني أن برنامج الجبهة الشعبية وتعرضت الجبهة الشعبية للملاحقة وتعرضت كما غيرها لكن ربما كان بشكل أوضح كثير من استهدافاتها من استهدافات الاحتلال يعني لاحقا أمينها العام الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى تعرض لاغتيال من قبل الاحتلال ولاحقا الأمين العام المنتخب الجديد تعرض لاعتقال من قبل السلطة برعاية أمريكية وبريطانية ونقل إلى سجن أريحة مع رفاقه ولاحقا جرى اشتياح أريحة واعتقاله وتعرضت الجبهة للكثير من ذلك هذا لا يعيب الجبهة المهم كيف تعود الجبهة لأن يكون برنامجها أقصد النضالي الوطني الكفاحي الاجتماعي لأن هذا ما يميز الجبهة ليس فقط هي برنامج على الصعيد الوطني والمقاومة وإنما أيضا لديها برنامج اجتماعي ديمقراطي في المجتمع الفلسطيني وهذا جزء من النقاش الذي يجري كيف تعيد الجبهة الاعتبار لدور برنامجها كتنظيم يتميز ببرنامج مقاوم وبرنامج اجتماعي وديمقراطي أيضا على المستوى الداخلي وفكري هناك من قال في الإعلام أن هناك خلافات داخل المكتب السياسي للجبهة الشعبية وهذه الخلافات أدت إلى استقالة عدد من قيادات الجبهة الشعبية كنائب الأمين العام عبد الرحيم ملوح هل هذا صحيح؟ يعني هذه إشعاعات طبعا كل تنظيم في وجهات نظر وهذا شيء طبيعي لا يوجد أحد يفكر زي الثاني داخل أي تنظيم لكن هذه وجهات النظر المتعددة أو المختلفة يجرح حسمها في النهاية بالتصويت أغلبية وأقلية أما أن الخلافات الداخلية أدت إلى استقالة أنت تعرف أن الجبهة تعقد مؤتمراتها الدورية وبالتالي في المؤتمر الأخير لا الرفيق عبد الرحيم ملوح لم يرشح نفسه للمواقع القيادية وبالتالي هو اعتبر أن هذه الخطوة هي خطوة بأنه يعني لهون بكفي زي ما تقول تبوأ مواقع قيادية لكن هذا لا يعني أن يغادر الرفاق هناك عدد كبير من الرفاق التاريخيين الذين أرادوا أن يعطوا أيضا الفرصة للأجيال المتعددة لكنهم بقوا في الجبهة الشعبية وهي لا تخضع لا لاختلافات ولا لكذا أما أنه أقول لك أنه كل ما مسترله هناك وجهات نظر لكن من يحسن بالنهاية التصويت نعم أبو أحمد فؤاد تم انتخابه نائبا الأمين العام للجبهة الشعبية وهو من قيادة الجناح العسكري للحركة وهو موجود أيضا خارج الأراضي الفلسطينية السؤال هنا هل انتخابه يؤشر لإعطاء أبو أحمد فؤاد أو أحمد فؤاد ثقل لفرع الخارج في الجبهة الشعبية يعني مفتوحة كانت الانتخابات ربما كان هناك رأي أنيل بأننا لأننا تحت الاحتلال فالأفضل أن لا يكون الأمين العام معتقل لأنه أيضا أعيد انتخاب الأمين العام أحمد سعدات وأن يكون نائب الأمين العام من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء غزة أو الضفة الغربية ونحن تحت الاحتلال ربما هذا علينا أن نعيد وهو من الدروس التي سبقت وبالتالي ربما كان الميل بأن يكون النائب من الشتات حتى نكسب الوقت أكثر هناك بعض سؤال سريع راصل من الجبهة الشعبية ترى أن عودة المقاومة المسلحية بذلك تتجمع الحشود والتفاف كبير حول الجبهة الشعبية وهناك من طلب بأن الجبهة بمواقفها السياسية رفضها للمفاوضات وما إلى ذلك هل أنتم بصدد العودة إلى الكفاح المسلح؟ الجبهة الشعبية تؤمن بكل أشكال المقاومة يعني ولا مرة حتى برنامجها الأخير أما سؤالك هذا اللي بتسألني بهالشكل المباشر يعني اللي أنا ما بقدرش أحكي في الإعلام فيه بشكل تفصيلي ألا بقدر فيما هو محدود كبرنامج أنا أسأل كبرنامج نعم كبرنامج وعيد التأكيد على أن نحن نؤمن بكل أشكال المقاومة لكن لكل مرحلة ولكل زمان ولكل موقع طريقته في المقاومة ولم تسقط في يوم من الأيام الجبهة الشعبية بأن الكفاح المسلح أحد أشكال المقاومة الرئيسية لأن هذا حتى القانون الدولي يتيحه الخيارات جريحة مفتوحة وأيضا ضمن برنامج الجبهة الشعبية جزيلا شكر لك يا أخت خالدنا جرار عضو المكتب السياسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأيضا نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني شكرا جزيلا لك على هذه المجاركة أما أنتم مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة هذه تحية ودائما إلى اللقاء سي اي جي اكس 30 خاسرا ما نسبته 1.16 من 100% وقلص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 جانبا كبيرا من خسائره الصباحية ليغلق على تراجع بمجرد